اشتركوا في القناة التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بين يدي الوزراء كان أولها مسألة ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق هذه المسألة تمسقوت الناس وتؤشر على نهج الجشع لدى بعضهم الحكومة تراقب هذا الوضع خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم وهذا النوع من ارتفاع الأسعار الجشع يربك الوضع الاجتماعي في بلدنا وكانت هناك توصيات لوزارة الزراعة والتجارة وحتى وزارة الداخلية لمتابعة هذا الملف واتخاذ موقف واضح من هذا الارتفاع للأسعار غير المبرر لأن فيه تلاعبا بأقوات الناس وكذلك كان هناك أمر من السيد رئيس وجلس الوزراء للجنة مكافحة الفساد لمعالجة هذا الموضوع ومتابعته بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك الظاهرة الثانية المتفشية في مجتمعنا هي ظاهرة التسول وكثرة المتسولين في الشوارع هذا فيه استغلال أيضا للأوضاع في بلدنا ولا بد من أن نواجهه وكانت هناك أيضا توصية لوزارة الداخلية تحديدا ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة هي ظاهرة تؤلم في الحقيقة في أن نرى متسولين منتشرين في تقاطعات الطرق في كل مكان في مدينة بغداد والمحافظات الظاهرة الثالثة تحدث عن قمة وشيكة تعقد في بغداد قمة عراقية مصرية أردنية يحضر فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني هنا في بغداد ترافقها حملة دبلوماسية مهمة هذه البلدان الثلاثة تعلمون تواجه تحديات متشابهة في مواضيع التنمية والاقتصاد هذه القمة في بغداد مهمة لاستئناف العمل الذي جرى في قمة عمان للدول نفسها والتي هي على الأغلب تتشارك في أولويات اقتصادية وتنموية لمجتمعاتنا كذلك السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث عن الموازنة والاجتهادات التي يقدمها مجلس النواب الموقر في بعض التفصيلات والحكومة متجاوبة في مناقشة هذه الاجتهادات وهو أمر طبيعي أن يكون لكل جهة اجتهادها في قضية الموازنة التي هي أساسية الحكومة قلنا ذلك مرارا قدمت رؤيتها الإصلاحية في الموازنة استنادا إلى الورق البيضاء وهذه أضخم موازنة تقدمها الحكومة لرعاية الفقراء والدليل على ذلك هو موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تعنى بهذه الشريحة المتألفة من ملايين من العراقيين نأمل في الأيام القادمة القريبة أن ينتهى من مسائل الاجتهادات والنقاشات وأن نرى الموازنة مقرّة في مجلس النواب ملف الصحة هذه الحكومة نهجها المكاشفة الإصابات في تصاعد وقلنا ذلك مرارا وتكرارا وخاصة في القرى والأرياف التقرير الذي قدمه السيد وزير الصحة يشير إلى ذلك لكن مع ذلك هناك نسب في الشفاء عالية ونسب الوفيات أيضا بلغت 1.75% وهي نسبة متدنية الرئيس شكر الإعلام العراقي لوحدة خطابه في مواجهة جائحة كورونا وحقيقة شهدنا خلال الأيام الماضية والأشهر حقيقة الماضية وحدة خطاب للإعلام العراقي فيما يتعلق بالجائحة ونهج التوعي الذي اتبعه وأيضا اختبرنا الإعلام العراقي في حملته الممتازة في أثناء زيارة قداسة البابا إلى العراق هذه تؤشر ونود أن ننوه بها ونوه بها سيد رئيس مجلس الوزراء ويتمنى عليكم وعلى كل الإعلام العراقي أن يواصل هذا النهج من أجل مواجهة تحديات كبيرة في بلدنا فيما يتعلق باللقاحات خلال الأيام القليلة ربما اليومين القادمين سيتسلم العراق وجبة جديدة من اللقاحات وبدأنا سلفا في تسليم اللقاحات إلى المحافظات هناك منافذ عديدة يتسلم فيها المواطنون للقاحات وهذه فرصة أيضا لكي نعيد ونؤكد ضرورة تسجيل المواطنين أسمائهم هناك حقيقة نلمس عدم رغبة لدى المواطنين في تسجيل أسمائهم لأخذ اللقاح المنصة الإلكترونية مهمة لأخذ اللقاح وكان هناك في الاجتماع اليوم توصية للمحافظين في المحافظات في أن يكثفوا أعمالهم في متابعة مقررات لجنة الصحة والسلامة في هذا الاجتماع اليوم استضيف السيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك رئيس الدائرة الانتخابية وقدموا للمجلس آخر المعلومات عن أعمالهم وأهمها هو أن المواطنين العراقيين سجلوا حتى الآن وحدثوا بياناتهم في البطاقة البيومترية لأزيد من 65% هناك بعض المحافظات في الحقيقة عملت بجد في هذا الموضوع وتخطت نسبة 80% مثل محافظة ديالة بعض المحافظات الأخرى في 50% مثل محافظة نينوى ما زلنا نحث الناس على تحديث هذه البيانات أوصى السيد رئيس مجلس الوزراء في هذه الاستضافة في أن نواصل الوزراء يواصلون دعم المفوضية وتسهيل مهامها وتمكينها من أداء وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة للعراقيين كان هناك أيضا فيما يتعلق بوزارة الكهرباء صوت المجلس اليوم بصرف جزء من رواتب عقود الكهرباء مع وعد بصرف الأجزاء الباقية حينما تقر الموازنة إن شاء الله قريبا وكذلك صوت مجلس الوزراء على ما قدمته وزارة العدل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق هذه الخطة هي ملف ضخم ومهم في الحقيقة وهي خارطة طريق ومنهاج عمل وضع بأطر زمانية محددة وفيها مسارات عديدة تخص التشريع والسياسات فيما يتعلق بحقوق الإنسان كل ذلك لتعزيز مسائل حقوق الإنسان في العراق والخطة هي محاولة لسد ثغرة خلفها إلغاء وزارة حقوق الإنسان وإلغاء وزارة المرأة لأن هناك في هذه الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تركيز على مسائل تتعلق بالمرأة أخيرا مع وزارة التجارة هناك تخصيص جديد حوالي 261 مليار دينار عراقي كمستحقات للفلاحين ستسلم خلال الأيام القليلة القادمة أما فيما يتعلق بالحصة التموينية فوزارة التجارة أكملت استعداداتها لتوزيع هذه الحصة قبيل رمضان حصة كاملة وما أن ندخل رمضان حتى توزع حصة ثانية أخرى الاستعدادات كاملة لمثل هذه التوزيع هذا كل ما لدينا وأتلقى الآن أسئلتكم السلام عليكم مع الوزير ياسر عامر من العراقية الإخبارية مع الوزير السيد الكاظمي أوضح في بيان وحضرتك أوضحت أن هناك قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية مهمة تفاصيل هذه القمة رؤيتكم آثارها على الداخل العراقي وعلى الخارج وأيضا هناك زيارات مقبلة ممكن من المملكة السعودية حسب ما أظن أو حسب المعلومات المتوفرة هل سينعكس هذا على الداخل العراقي والخارج العلاقات الدولية وهم موضوع على الصعيد الاقتصادي بما يخص الداخل شكرا جزيلا شكرا لك بالتأكيد انعكاسها الأول هو على الصعيد الاقتصادي هذه القمة تأتي كما قلت قبل قليل استكمالا لمقررات ونقاشات حدثت في قمة عمان اليوم يعني الآن تحديدا يغادر وفد عراقي رفيع المستوى إلى عمان مجموعة من الموزراء والسيد الأمين العام لمجلس الوزراء هناك حركة دائبة لانضاج مجموعة من الأفكار والمشاريع وأعتقد أن القمة في بغداد بحضور الرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني إنما هي تتويج لنقاشات سبقت وركزت على قضايا اقتصادية تنموية تخص هذه البلدان كما قلت هذه البلدان يعني تعيش ظروفا متشابهة فيما يتعلق بآثار جائحة كورونا عليها وأيضا تحديات أمنية هنا وهناك السلام عليكم حيدر الشيخ مراسل وكال الشفق نيوز هناك تحرك لدى أعضاء ملجس النواب إضافة لكتال سياسية لتغيير سعر صرف الدولار أمام الديناء العراقي يقابل أيضا تحرك لتغيير سعر برميل النفط في قانون الموازنة موقف الحكومة من هذا التحرك وهل سيكون تغيير صرف الدولار يؤثر على هيكلة بناء الموازنة؟ قلت قبل قليل النقاش ما زال جاريا في مجلس النواب عن الموازنة وهناك اجتهادات بصددها وبالطبيعي أن يكون هناك اجتهاد فيما تعلق بسعر صرف الدولار حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن تغيير فعلي لسعر الصرف هذا مجرد نقاش وحينما تقر الموازنة سنعلم بالضبط حجم التغييرات لكن بالمقابل الحكومة حينما قدمت رؤيتها للموازنة ترى أن أي تغيير يجرى على الموازنة بالتأكيد سيؤدي إلى تغييرات فيما يتعلق بميزانيات الوزارات وأعمالها فطبعا سينعكس هذا على أعمال الحكومة لأن الرؤية التي قدمتها الحكومة في الموازنة هي رؤية قائمة كما قلت قبل قليل على الورقة البيضاء الورقة البيضاء تحاول أن تؤسس إصلاحا اقتصاديا الإجتهاد في هذه الموازنة التي وضعتها الحكومة هذا يعني أن هناك رؤية أخرى مقابلة ونحن إذا ما تسلمنا موازنة فيها تغييرات كبيرة بالتأكيد سيكون هناك نوع من الإرباك لأعمالنا التي نظمناها على أساس هذه الموازنة السلام عليكم معالي الوزير محمد فراس مراسل قناة التغيير الفضائية معالي الوزير بعدما استلم البرلمان قانون الموازنة ظهرت اعتراضات عديدة من بعض الكتل السياسية على المادة الخاصة بإقليم كردستان ما عليها من واجبات وما لها من مستحقات هل هناك توجه نحو التوافق بين الحكومتين اعتراضات البرلمان أثرت على التوافق بين الحكومتين خصوصا أن هناك جلسة ستعقد يوم السبت المقبل تخص الموازنة وإقرارها وتمريرها تأجيل الإقرار إلى السبت القادم هو ينبئ عن أن هناك نقاشات ما زالت جارية وأن البداولات لم تفضي إلى قرار حاسم بصدد هذه العقدة أنا نوهت في كثير من المؤتمرات الصحفية أن العقدة الأساسية في تمرير قانون الموازنة هي حصة الإقليم وتفصيلاته وأجزاءه وأنا أعتقد أنه تأجيله يعني هو منبئ وإشارة ودليل على أن الأمور لم تفضي إلى شيء حتى الآن نأمل حقيقة الحكومة في وضع تريد أن تنتهي هذه الأزمة إلى إقرار الموازنة لنبدأ العمل هذا هو الشهر الثالث في السنة الجديدة ونحن نعمل كما عملنا في السنة الماضية نريد أن نعمل في ضوء موازنة قانون الموازنة يهمنا كثيرا في أعمالنا السلام عليكم راد المعموري قناة تيارتي عربي معالي الوزير نعلم أن مدينة بابل إرث تعتبر إرثا حضاريا مغلا في القدم وقد أدرجت في عام 2019 ضمن لائحة التراث العالمي لكنها تعرضت بسبب تداعيات ما مر به العراق إلى تحديات كبيرة هل هناك خطط لدى الحكومة وتحديدا وزارة الثقافة لأن نهوض بهذا المعلم الحضاري؟ في وزارة الثقافة والسيحة والأثار في تحديدا في هيئة الأثار هناك عمل فيما تعلق بمواقع أساسية ومهمة ومنها موقع بابل موقع أور مثلا خاصة بعد زيارة البابا الإمكانات في المواقع التي تسجل في لائحة التراث العالمي تضع أمام الوزارة تحديات لأن هناك متطلبات لليونسكو حينما تسجل موقع أثريا على لائحتها لائحة التراث العالمي في بابل هناك بعض الأعمال يجب أن تجرى إزالة بعض الأشياء لأن الموقع الأثري يجب أن يبقى موقعا أثريا خالصا ونحن نعلم ما حل بمواقعنا الأثرية خلال حقب مديدة لكن هناك إمكانات سياحية في هذه المدينة وأيضا هناك إمكانات تعمل عليها هيئة الآثار والتراث فيما يتعلق بإمكان التنقيب استقدام بعثات تنقيبية الجائحة عطلت نوعا ما هذا النشاط لأن مدينة بابل الأثرية مدينة أور ما زالت غير منقبة بالكامل وتحتاج إلى جهد تنقيبية أيضا هناك متحف في مدينة بابل الأثرية أعتقد أنه في هيئة الآثار والتراث نية لتطويره لكي يصبح مزارا في هذه المدينة محمد زهري مراسل قناة العهد بالنسبة لإلغاء انتخابات الخارج هل هذا من صلاحية المفوضية العليا للانتخابات وما يعني رأيي الحكومة في ذلك شكرا لا نريد أن نستعمل كلمة إلغاء انتخابات في الخارج مجلس الوزراء خول مجلس المفوضية وهذا من صلاحيات المجلس والمفوضية في عدم إجراء الانتخابات لهذه الدورة فقط لأسباب تتعلق بالجائحة أولا التي تحد من الحركة وحرية الحركة كذلك أشرك في هذا الأمر وزارة الخارجية كان لها رأي في هذه المسألة لأن الانتخابات الخارج عمودها الفقري وزارة الخارجية وكوادرها في البلدان الأجنبية فإذا كانت هناك مقيدات على حرية الحركة بسبب جائحة كورونا وتدابير الدول الأجنبية فيها فكيف يمكن إقامة انتخابات في الخارج ولذلك مجلس الوزراء ومجلس المفوضية له كامل الصلاحية في إبداء رأيه في هذا الأمر وتقريره شكرا جزيلا